شهر ذي الحجة هو الشهر الثاني عشر من شهور السنة الهجرية وهو من الأشهر الحرم التي قال الله فيها إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم وهو من أشرف الشهور وسمي بذلك لأنه الشهر الذي يؤدي فيه المسلمون فريضة الحج وفي هذا الشهر مناسبات عديدة ومهمة ففي اليوم الأول منه سنة اثنين للهجرة كان زواج الإمام علي عليه السلام من السيدة الزهراء عليها السلام وفي اليوم السابع منه سنة مائة وأربعة عشر للهجرة كانت شهادة الإمام الباقر عليه السلام وفي اليوم الثامن منه سنة ستين للهجرة كان خروج الإمام الحسين عليه السلام من مكة إلى العراق اليوم التاسع منه هو يوم عرفة ولهذا اليوم شرف عظيم اليوم العاشر منه هو عيد الأطحى المبارك وفي اليوم الثامن عشر منه سنة عشرة للهجرة كانت حادثة الغدير حيث نصب رسول الله صلى الله عليه وآله بأمر من الله الإمام علي عليه السلام خليفة من بعده وفي اليوم الرابع والعشرين منه كانت المباهلة بين رسول الله ونصارى نجران وتعد الأيام العشر الأوائل منه من أفضل الأيام وهي التي وردت في قوله تعالى وانكروا الله في أيام معدودات وللعمل في هذه الأيام أجر عظيم فقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من أيام العشر يعني عشر ذي الحجة وهناك أعمال واردة في هذا الشهر ففي الأيام العشر الأوائل يستحب صلاة ركعتين بين المغرب والعشاء وثوابها مشاركة الحجاج في ثوابهم كما أنه يستحب صيام التسعة الأوائل فإنه يعدل صيام الدهر وفي يوم عرفة يستحب الصوم وزيارة الإمام الحسين عليه السلام ففي الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام من زاره أي الحسين يوم عرفة كتب الله له ثواب ألف حجة متقبلة وألف عمرة مبرورة وفي يوم الغدير يستحب الصوم فإنه كفارة ذنوب ستين سنة كما يستحب زيارة أمير المؤمنين عليه السلام وقول مئة مرة الحمد لله الذي جعل كمال دينه وتمام نعمته بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام كما يستحب تهنئة المؤمنين بقول الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين عليه السلام اشتركوا في القناة